يعني من المحتمل أن تكون السيطرة حصلت أمام الشواطئ الغربية اليمنية بمقابل ميناء الحديدة لأنه تم اقتياد السفينة إلى ميناء قريب من ميناء الحديدة في هذه المنطقة نلاحظ هذه العقدة البحرية التي أتكلمنا هنا هنا باب المندب ملحم هي النقطة التي تفصل بين الغرب عبر المتوسط وقناة السويس وعبر المناطق الشرقية باتجاه شمال المحيط لندي أو باتجاه الخليج انطلاقا من أهمية هذه العقدة وقدرة الوحدات اليمنية على السيطرة على هذه العقدة نستطيع أن نقول أن للوحدات اليمنية اليوم إمكانيات بارزة تستطيع أن تؤثر في مجرأ الأحداث ربما الدولية بالإضافة طبعا لقدرتها في التأثير المباشر اليوم على العدو الإسرائيلي وعلى داعمه الغربيين لماذا هذا المحيط البحري الكامل يعج اليوم بالسفن الحربية العسكرية الغربية الإسرائيلية والأمريكية أن يكون هناك إمكانية لقطع هذا التواصل البحري في هذه المنطقة من قبل الوحدات اليمنية اليوم إسرائيل لديها تواصل في كل هذه المنطقة سابقا لديها أمن بحري استراتيجي تنطلق عبر قيادة الأسطول الخامس في منطقة البحرين هناك ضابط عمليات الإسرائيلي يدير ويوجه مصار هذه السفن العسكرية الإسرائيلية بالإضافة طبعا للموضوع التجاري الموضوع التجاري ربما لا يكون له تأثير مباشر على وحدات العدو العسكرية ولكن التأثير الاقتصادي في هذه المرحلة اليوم على إسرائيل هو الأهم هو الذي ربما يزعزع إمكانية السلطة الإسرائيلية والتي هي اليوم تعيش أزمات متلاحقة أزمات مقدسة فوق بعضها في موضوع غزة في موضوع الجبهة الشمالية مع لبنان في موضوع الضفة الغربية في موضوع الاستهداف من المناطق العراقية والسورية على القواعد الأمريكية التي هي حليفة مباشرة للوحدات العدو اليوم كل هذه النقاط الميدانية المؤسرة مباشرة أو استراتيجية التي لها البعد المتعلق بالمسار البحري الأساسي اليوم والضروري والإجباري للوحدات الأمريكية نستطيع أن نقول أن القدرة اليمنية أصبحت واضحة وحاسمة اعتبارا من اليوم لا يمنع أي سفينة لها ارتباط طبعا إسرائيلي كما قال القادة اليمنيون قالوا أنهم لن يحاولوا السيطرة إلا على السفن الإسرائيلية أو تابع لها ارتباط إسرائيلي اقتصادي أو تجاري هذا الموضوع طبعا سوف يؤثر بشكل كامل على هذه الحركة البحرية أعتقد أن الموضوع تأثيرته ربما وبالتالي سيزيد الاقتصاد الإسرائيلي إرهاقا أكثر مما هو عليه الآن هذا على الاقتصاد الإسرائيلي يعني النتيجة مباشرة ولكن هناك تأثير على الاقتصاد العالمي نتكلم اليوم عن غلاء في التأمين الشحن هناك مشاكل ربما هناك يعني أنا تابعت هذا الموضوع هناك شركات شحن عالمية بدأت تطالب بأن يكون هناك تجاوز لمنطقة البحر الأحمر عبر القرن الأفريقي وأبعاد المسافة مضاعفة المسافة هذا الموضوع ربما يؤثر على سعر النفط ربما يؤثر على سعر المواد الغذائية بين الشرق وبين الغرب كل هذه النقاط إذا تطورت إمكانية السيطرة اليمنية على هذا المعبر الحيوي الأساسي ربما سوف يكون له تأثير عالمي هذا يدخل من ضمن إمكانية الضغط على إسرائيل من ضمن الغرب في موضوع الحرب على غزة ترجمة نانسي قنقر